اهلا بكم انطلق اليوم بفندق الجران هوليدي فيلا ملتقى الارض في دارفور والذي تقيمه مفوضية الاراضي بولاية دارفور برعاية نائب رئيس الجمهورية محمد عثمان يوسف كبر وحضور لفيف من رجالات الادارة الاهلية والسلك الدبلوماسي وعدد من المانحين ويناقش الملتقى خلال يومين قضية الارض في دارفور والاستخدامات المثلى لها والحواكير وعلاقة الرعاء والمزارعين هذا وتعد مفوضية اراضي دارفور من مكونات السلطة الاقليمية لدارفور والتي تم انشاؤها بموجب وثيقة الدوحة للسلام في شهر يوليو من العام 2011 للعمل فيما يختص بادارة الاراضي وتنمية الموارد لتقوية وتحديث نظم ادارتها شكلت الاراضي محورا مهما في الصراع بدارفور ومثلت استخداماتها المرتبطة بالانشطة الاقتصادية سواء في الزراعة او الرعي محل اهتمام المواطنين في ولاية دارفور وانسحب هذا الاهتمام على الجهات الرسمية خاصة بعد تفجر الصراع في دارفور الامر الذي حتم انشاء مفوضية مختصة بالاراضي ضمن مقررات وثيقة الدوحة لسلام دارفور هذا ما دفع مفوضية الاراضي بولاية دارفور الى عقد ملتقى الارض في دارفور لرفع وعي المواطنين باستخدامات الاراضي والعلاقة بين المزارع والراعي بما يتسق مع استراتيجية دارفور في ادارة الاراضي والتعايش السلمي بتمويل كامل من المانحين عبر وكالات الامم المتحدة مشروع مسح الموارد الطبيعية والاراضي عبر الاقمار الاصطناعية بدأ في العام 2013 بواسطة شركة داف اي جي الالمانية بتكلفة خمسة ملايين وثمانمائة وخمسين الف يورو وحدثت تمديدات لبداية المشروع مما رفع التكلفة الى سبعة ملايين يورو بسبب المشاكل الاقتصادية وشح النقد الاجنبي وكانت مفوضية اراضي دارفور بدأت في انشاء مراكز معلومات بعواصم ولايات دارفور الخمس بتمويل من برنامج الامم المتحدة الانمائي بلغ ستة ملايين جنيه واعلنت عن اكتمال مشروع خارطة استخدامات الاراضي والموارد الطبيعية بولايات دارفور بنسبة تجاوزت تسعين بالمئة بتكلفة سبعة ملايين يورو بتمويل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع رحب بالاستاذ محمد صلاح منجو مفوض اراضي دارفور بداية استاذ محمد صلاح اهلا ومرحبا بك معنا عبر الحدث الاقتصادي حدثنا ما هي ابرز الموضوعات التي يناقشها الملتقى فيما يلي اراضي دارفور شكرا جزيلا معتمر اراضي دارفور تناقش قضايا حيوية جدا من ضمنها القوانين والتشريعات التي تنظم اراضي دارفور بمؤامة هذه التشريعات مع عراف ومورسات اهل دارفور في ادارة الاراضي هي امتداد لحلقات انتزمت ولايات دارفور الخمسة في 63 محلية الفترة السابقة عملنا مشاورات لاصلاح هذه الغوانين في 53 محلية الان متبقي لنا قرابة 12 محليات وكذلك في مسائل التحكيم واحدة من الحاجات المهمة جدا من انتناقش في هذا المعتمر العلاقة ما بين الراعي والمزاري والمسارات والمراحيل لانه ده واحدة من ازباب السرع في دارفور وكذلك قضية الاودى التويع وارتبات هذه القضية مع تحديات التي تواجه الاراضي في دارفور والتقانات وحماية الموارد الطبيعية وكذلك التزيلات الاراضي في دارفور لان دارفور لم تحزى خلال الاغودة السابقة حتى الاراضي الان مسجلة في دارفور الذي يتعدى واحد في المية من جملة فيها هي الان هذا المعتمر بشكل فيه كل الادارات الاهلية والمستوى والولايات دارفور المراكز بتاع دراسات السلام والتنمية وكذلك المجال التشريعية الولايية والقبرة في دارفور بالإدافة للمؤسسات في المركز عشان نعمل معامة ما بين الغوانين والعرف بعد ذلك عشان نتفهم التحديات التي تواجه المركز والولايات عشان ندخل دارفور في دارة الانتاج والانتاجية كثير من القضايا لازم يكون نشغل في المسألة عشان نملأ القاف والفراغ الموجود ما بين المركز والولايات والإدارات الحالية نحن الآن سعين فيه وإن شاء الله بتناقش هذه القضايا الليلة بدأ بكرة إن شاء الله بنختم هذا المؤتمر بإذن الله نعم هناك أيضا نقطة مهمة لهذا الملتقى سيد محمد صلاح ما هي فرص نجاح هذا الملتقى في أن يستقطب دعومات للمشروعات التنموية بولايات دارفور هذا الملتقى أنا أتمنى أنه الحضور فيه لفيف من عدد من وكالات الأمم المتحدة المنظمات الدولية من ضمن الشبكة الدولية لحيازة العراضي هي شبكة منوتبو إدارة العراضي في الدول التي تأثرت بالنزاء وهذه هذه المنظمة يعني حقيقة نحن شركاء أسلين فيه بالآداء شاركنا فيه في أبريل السابق في نوروبي ويفتح لنا فرص أوسع لجلب الدعم لهذا الملتقى وكذلك شركانا في اليون دي بي واليون هابيتات والفاو وكذلك المالحين من الدول الأخرى نعم أيضا كيف تنظرون لواقع استخدامات الأراضي بولايات دارفور سيد محمد وهل يبدو توظيفها في الأنشطة المختلفة آمنا ومثاليا هذا المعتمر أنا حقيقة فيه تحديات تواجه استخدامات الأراضي في دارفور نعم ولكن واحدة من الإجراءات بل الخطوات أننا متبعين نازاتها لكي نحل هذه التحديات التي تواجه الأراضي في دارفور مثل هذه الملتقى التي انتزمت في الخرطوم هي امتدات هي امتدات للحلقات التي تمت على مستوى ولايات دارفور الخمسة بل لمحليات وكل هذه التوصيات أنا أفضل أنه بيوجد فيه قوانين هذه التوصيات بتضمن فيه قوانين لإسلاح بتضمن فيه توصيات بيوجد فيه مصودة بتاع قوانين تطرح هذه المصودات على المجال التشريعية الولايية عشان نعالي فيه مسألة بتاع الاختلال الموجود في الغوانين عشان نفتح آفاق للإستثمار في ولايات دارفور آفاق بتاع التنمية وفق مطلوبات التنمية الإقليمية الشاملة لدارفور وفق استراتيجية تنمية دارفور أنا أود أن دعنا واحدة من الخطوات المهمة جدا نحن متفعلي غير أنه هذا الملتقى بدي دفعة قوية عشان ندخل دارفور في دائرة الإنتاج والإنتاجية في المرحلة الغادة من زيارة نعم سيد محمد صالح أيضا دعنا نتحدث عن مستقبل المشروعات القومية في دارفور يعني مثل مشروع ساق النعام الزراعي ومشروع جبل مرة الزراعي وأيضا محمية تأرده ما هو مستقبل هذه المشروعات بل أنا حقيتا دبر الجنان ونتكلم عن مشروع خارطة استخدامات الأراضي في دارفور هذا المشروع مشروع ضخم جدا يعني منفذة عبر شركة قافة الألمانية عمل مسوحات بالأخمار الصناعية على مستوى ولايات دارفور كل الولايات دارفور الآن نحن ننزل مخرجات هذا المشروع بإنشاء مراكز معلومات في ولايات دارفور الخمسة في كل المعلومات عن المشاريع الزراعية في دارفور وكذلك مسألة بتاعت المياه والدراسات الحياية بل الدراسات الاقتصادية والاجتماعية لحد دارفور وكذلك المعادن والجيولوجيا أنا أفضل ذلك بساهم مساهمة كبيرة لأنه وسيخدوها حدد مشاريع من دمنا 45 مشروع من دمنا مشروع سافنة مشروع جبل مرة مشروع ساق النعام أنه يامل دراسات عشان يحدد جدوى هذه المشروعات هل تنفع أو لا تنفع أنا أدود أنه مشروع قارة استخدامات الأراضي خطى كل المشاريع الموجودة بل أداة مشاريع جديدة فيما يخص التنمية في دارفور نعم أيضا سيد محمد هناك حديث عن استثمارات زراعية كبرى خاصة في منطقة جنوب دارفور يعني مثالا مشروعات زادنا هل نظرت هذه المشروعات إلى الحواكير وقوانين الأرض التقليدية واحدة من تحديات التي تواجه دارفور أنا حقيقة المسألة بتاعتني أنه الاستثمارات التي تحصل في بجا أنا أدود أنه أنا نحن ذات وحسن أنه نعم المعالجات لهذا الاقتلال أنه نعم المعامة ما بين العرف والغانون أعراف أهل دارفور والغوانين السايدة لأنه أغلب الغوانين السايدة حتى في دارفور تلقى أنه قانون متى 1930 و 1925 تلقى قانون متى 1970 بتاع النزع الملكية تلقى قانون متى 1984 رحنا حقيتنا وسيقة الدوهة عارج هذه المسألة وبيقى وسيقة الدوهة الآن بيقى جزء من دستور جمهورية السودان انتغالي لسنة 2005 أنا أظن أنه دب عارج الاختلالات الموجودة أنا أظن أنه مسألة بتاعت حق المجتمعات المحلية في الاستمتاع أو استفادة من الاستثمارات الموجودة في دارفور الآن ما موجود فيها لكن نحن دادت الملتغطة واحدة من خطواتنا نحن عاملينه حتى الملتغيات السابقة فيها لكي نعالج هذه الاستمارات الموجودة لما سوى في كثير من المسائل الآن موجود فيها نعم سيد محمد يعني برأيك الآن ما هي أهم المخاطر التي تهدد الأراضي وما هي الترتيبات التي وضعتها المفوضية لإزالة التقاطعات بين المزارعين والرعاة أنا أظن أنه واحدة من الحاجات التحديات التي تواجه مسألة بتاعت أراضي في دارفور هي الأرضي في دارفور منذ قديم الزمان هي حواكير والإدارة الأهلية هي جزء أسيل في هذه المسألة أنا أظن أنه دور الإدارة الأهلية في هذه المسألة خائب يدا فيها نحن الآن دارين شغالين بأنه نشاور مجتمعات المحلية في الإدارات الأهلية المؤسسات التي وعلاقها بالعرض سواء كان بقى وزارات التخطيط الأمراني أو وزارات الإنتاج والموارد الاقتصادية أو نفس الاستثمار كلهم عشان ندى سيغة متوافقية عشان نستفيد من الأجواء الآن موجود فيها على استغرار النسب الموجود في دارفور أنه ندى حد التحديات التي تواجه الأراضي بل المشاكل التي تواجه الأراضي في أرض الواقع في دارفور عشان نمحد للأودة التوعية التلقية لأهل دارفور هل توجد سيد محمد هل توجد تشريعات الآن وقوانين لحماية الأراضي من التعدي؟ أنا أعتقد أنه في دارفور صحيح أنه في تشريعات وفي قوانين لكن لم ترأي عراف ومغروسات أحل دارفور في دارة الأرض يعني هذا يعني أنها غير مفاعلة؟ غير مفاعلة نعم طيب ما هو المطلوب الآن لصون أراضي دارفور وحمايتها وضمان أيضا استغلالها بطرق سليمة تحافظ عليها وتعظم أيضا من ناحية أخرى الفوائد الناتجة عنها؟ إذا أردنا الاستقرار في دارفور فأجيب علينا تنفيذ اتفاقية الضوحة لسلام دارفور حرفيا أنا قلت قبل كده أكثر من مرة لأنه حل التحديات حل المشاكل التي تواجه دارفور أنا أعتقد أنه بيغدر نظر أنه من الذي يدير هذه المؤسسات لكن المفروض ننفذ اتفاقية الضوحة حرفيا عشان يجب فيه استغرار وأمن في دارفور الناس عشان يستمتوا ببيع عشان دارفور ما يقع أعلى على الحكومة المركزية أنا أعتقد أنه عشان ندخل دارفور في دائرة الإنتاج والإنتاجية لازم ننفذ ما اتفاقنا عليه في وسيق الدارفور حليل السلام أنا أعتقد أنه عالج جزور المشكلة في دارفور أنا أعتقد أنه في كثير من الحياة سواء كان يجب فيه أوداء طبيعية لحل دارفور أنا أعتقد أنه محتاجين نحل قضايا الأرض نعم المصالحات وفي كل القضايا هذا بيرتبط ارتباط مباشر بحل مشكلة الأرض في دارفور نعم طيب سيد محمد هل خرج الملتقى في يومه الأول بأي توصيات تتعلق باستخدامات الأراضي في دارفور المؤتمر الآن حتى الآن القضايا التي ناقشنا حوله ناقشنا مسألة بتاع مشروع خارطي استخدامات الأراضي ومراكز بتاع معلومات على ما سواء ولايات دارفور خمسة وربت هذه المراكز وربت هذه المراكز بالوزارات التي لديها علاقة بالأرض ناقشنا هذه المسألة ناقشنا العلاقة بين المزاري والراي حقيقة في توصيات في بيها هي واحدة من التوصيات المهمة جدا أنه تمتيل تقوية الإدارة الأهلية في دارفور عشان يغوم بدور المنجبو فيها لأن الإدارة الأهلية في دارفور كانت هي التي تحل المشاكل في دارفور هي التي تحمي استخدامات الأراضي في دارفور سواء كان فيها في مسألة بتاع المراهيل أو الألقابات أو التدهور البيئي لأنه في كثير من الحاجات الآن كانوا عندهم مساحبة كبيرة جدا أنه واحدة من التوصيات المهمة جدا أنه يقوّل إدارة الأهلية أدوم سلاحيات كاملة ولكن يعني الأهم هل وضعتم آليات لتنفيذ هذه التوصيات سيد محمد صالح؟ حتى الآن أنا أظن أنه الآليات موجودة في دارفور أنا أصلا هي مؤسسات بتاع الدولة الآن موجودة فيها في الإدارات الأهلية أنا أظن أنه بها نحن في أراضي دارفور ننفس هذه التوصيات وهذه كل المشاريع الموجودية في دارفور أبري لجان إشرافية موجودة فيه مثلا في ولايات دارفور الآن في مشروع تعزيز إدارة الأعراضي من عجل التعاية السلمي في دارفور نهيMo ن 194 أصدروا غرارات أي إنه هنا في وزير التقتيب الأمبراني في الولايات المعنية أنه يقل رئيس للجنة حل المشاكل التي تواجه العراضي فيها في بعض الولايات فيه المدير العام بتعوذر تقتيب الأمبراني في الولايات المانية وممسل مفاوديات أراضي دارفور هو مغرر لهذه اللجنة فيه كل المؤسسات التي بديها أراقب الأرض بالإدافة للإدارة الأهلية وفيه تمثيل واده للمرأة فيه في هذا الجانب عموما نتمنى لكم التوفيق الأستاذ محمد صالح منغو مفوض أراضي دارفور شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الحدث الاقتصادي شكرا لكم كثير والسلام الآن مشاهدين الكرام وعقب الفاصل لنتقلوا إلى طائفة من أخبار الولايات الاقتصادية فابقوا معنا